هناك مسألة قصيرة جداً أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحداثة أمره على أن يجعل له ورداً من القرآن وأن يجعل له ورداً من الصلاة وليكن ذلك الورد في الليل خاصة فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين صلاة الليل هذه من أسباب العظيمة على الثبات في الدين وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أعظم لذائذ الدنيا أمر عن الصلاة والعلم وأعظم العلم القرآن هذه أعظم لذائذ العبادات بل هي أعظم لذائذ الدنيا فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد ولذا أنا أقول طالب العلم وخاصة مدام شاباً عود نفسك على أن تجعل لك ورداً لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك فإن عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة فالآل مقصود من هذه الدربة فيتدرب درجة فدرجة حتى يصل إلى ما يرغبه وذلك اجعل لنفسك دربة في الوقت واجعل لك دربة في العدل